وجه محافظ شمال سيناء خالدة مجاور إدارة الطب الوقائي في مدرية الصحة بالتعاون مع مجلس مدينة العريش بتطهير ورش المناطق المتضررة من تعطل محطة الصرف الصحية الرئيسية في العريش أكد المحافظ أن عمليات التطهير والرش بهدف تقليل التأثير الصحي والبيئي للحفاظ على صحة العامة للمواطنين في المناطق المتضررة مشيرا إلى استمرار تشغيل سيارات الكسح في المحطة الرئيسية وفي عدد من المناطق المحيطة بها موجها بسرعة إصلاح الأعطال في المحطة وبعودتها إلى العمل بكل طاقاتها مشددا على رفع كفاءة المحطة بصفة عاجلة